بعد تحرير مدرية الخوخة في ديسمبر 2017 وصيرورتها عاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة أصبح الحديث عن إنشاء فرع للجامعة ضرورة ملحة لفرض هيبة الدولة عبر مؤسستها التعليمية واستيعاب مخرجات التانوية من المواطنين والنازحين لكن واقع الحال يقول إن الدولة لا علاقة لها بهيبة أو مخرجات بعد أن بدت وعودها المتكررة كسراب لا نهاية لبريقه لو لا تدارك الموقف بمبادرات أهلية مشتركة لافتتاح نواة الجامعة بكلية التربية النوعية وإن كانت باب الدولة إلى الآن موصدة لكن بإذن الله ستفتح وإن شاء الله تكون هناك اعتمادات وموازنة لكن مع ذلك نجد على أن الصعوبات حقيقة كبيرة جدا بداية من عضوية تدريس الذي لا يتقاضى أي مرتب ولا توجد أي وليات بسيطة لمستلزمات تسير العملية التعليمية فكلها عبارة عن ديون متراكمة علينا شخصيا لكن مع ذلك نحن قد بدأنا المشوار وإن شاء الله العملية التعليمية ستستمر وبإذن تعالى ستنجل الأمور يغوما ما هكذا اقتضت الأمور على رئيس الجامعة بعد تركه رسميا في منتصف الطريق أن يفتتح أول كلية للجامعة في مدرسة ريفية وبموازنة صفرية معتمدا على ذاته وعلاقاته الأكاديمية والمجتمعية لتسيير عملية التعليم العالي في المنطقة ويبقى السؤال المزدوج مفتوحا عن مصير موازنة الجامعة منذ إنشائها في العام 1996 مقارنة بجامعات أخرى أنشئت على غرارها وتتقاضى أضعافها الأسباب هو أن يعتبر الكيل بمكيالين من ناحية الميزانية الموجودة والمحافظات تعتبر المحافظة والحكومة لا توليها اهتمام كبير من حيث الميزانية كونها تهاما؟ صعب أن نقول أنها تهاما لنمتل الجانب الرسمي لكن الحال يؤكد ذلك تعشم الخوخيون رسميا بإنشاء كلية منذ حديث اللحب الأفق في 2013 قبيل الانقلاب الحوثي وقد أصبحت اليوم أمرا واقعا وبقرار حكومي أما آن لصانعي القرار أن يبت في تنفيذه أمات الذين يختشون يتمخض قرار إنشاء الجامعة في المناطق المحررة منذ عامين وصدر قبل نحو عام تقريبا لكنه على ورق بدون اعتماد موازلات مالية أو منشأة مخصصة بالجامعة ما أبقى رئيس الجامعة أمام مسئولية مجتمعية أخلها بافتتاح الجامعة بمبادرات خاصة وفرض أمر واقع على الحكومة الشرعية التي أصدرت القرار لعلها تعي أو تسمع إن كان لها قلب محمد المغارب المهرية من مدرية الخوخة جنوب الحديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة